معرض الأثاث الدولي الحدث الأهم في إيطاليا يحتفي بذكرى أعمال عبقرية التصميم زهى حديد هذا الحدث السنوي الذي يقام في مدينة ميلانو تحت مسمى سالون ديمو بيل انطلق هذا العام ولكن جاءت انطلاقته مختلفة عن بقية الأعوام ميزها وجود زهى حديد التي رحلت ولكن لم ترحل أعمالها التي أذهلت عقول الهندسة في المعرض الذي لم ينس القائمون عليه تكريمها من خلال طرح آخر مجموعة من الأعمال التي صممتها زهى خصيصا لهذا الحدث معرض سالون ديمو بيل بنسخته الخامسة والخمسين تزين بقطع زهى حديد المتفردة بأشكالها والتي تعطي انطباعا عن شخصية زهى المتميزة فكل قطعة تحتوي في مجملها على قصة مسيرتها التي أثبتت حتى وبعد رحيلها أنها أصبحت سيرة عالمية يحتفي بها عمالقة التصميم في العالم تصاميم من رخام تعبر عن مهارات استثنائية استخدم فيها أسلوب معاصر مشبع بالفخامة ستة أيام هي المدة التي سيحظى فيها زوار المعرض المتوقع أن يزيد عددهم على الثلاثمائة ألف شخص قادمين من مائة وستين دولة بفرصة تذوق أصالة قطع زهى حديد الفنية والتي ستتألق بين أشهر آلاف الماركات في العالم تثبت بقاء بصمتها في عالم الابتكار الهندسي روان حمزة العربية